توجيهات رئاسية بإرسال طائرة لإعادة المواطنين المصريين في أوكرانيا عبر سلوباكيا كوتن يشترط تلبية مطالب روسيا لوقف العملية العسكرية وبعيد يؤكد العمل على مساعدات إضافية لأوكرانيا مجلس النواب العراقية يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم لليوم الحادي عشر على التوالي تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية وبينما تستمر الدعوات لإجلاء المدنيين تتواصل المعارك وسط مفاوضات لم تصفر عن نتائج حتى الآن بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر إرسال طائرة إلى سلوفاكيا لإعادة المواطنين المصريين الذين اكتازوا الحدود الأوكرانية السلوفاكية ودعت السفارة المصرية في براتسلافا المواطنين المصريين المتواجدين في سلوفاكيا من غير المتواصلين مع السفارة والراغبين في العودة إلى أرض الوطن على متن الطائرة القادمة لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإعادتهم كما دعت فاقدي جوازات السفار إلى التواصل مع السفارة لاتخاذ اللازم أكد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكور وأضاف الكريملين في بيان له أن بوتين قال إن العملية تسير وفقا للخطة والجدوى الزمني معربا عن أمله في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجا بناء في المحادثات من جهة أخرى قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي إن القوات الروسية دمرت مطار فينيتسيا بالكامل وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكرانية وجه زلينسكي نداء للشعب الروسي طلبه فيه بالخروع إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الروسية وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع كما أكد زلينسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل هجمها في اليوم الحادي عشر وتستعد لقصف ميناء وديسا المطلة على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من استهداف 61 منشأة عسكرية أوكرانية ليلة أمس وأضفت الوزارة أن قوات دونسك والوهانيسك سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا لافتة إلى إسقاط ثماني مقاتلات أوكرانية وقصف قاعدة جوية عسكرية بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة كما أكدت الوزارة أن القوات الصاروخية الروسية دمرت أيضا منظومة للدفاع الصاروخي الأوكراني من تراز S-300 أعلن وزير الخارجية الأوكرانية ديمتري كوليبة وجود متطوعين من مختلف دول العالم يساعدون الجيش الأوكراني في الأزمة مع روسيا وفي كلمة له أضف وزير الخارجية الأوكرانية أنه لا بد أن تعرف أن الجيش الأوكراني كله منظمة وجاهز للدفاع عن كييف هناك متطوعون من مختلف دول العالم الذين يخدمون إلى أوكرانيا لمساعدة ولمؤذرة الجيش الأوكراني في هذه الحرب ومن أجل قتلنا ضد روسيا أنا لن أفشي بكل المعلومات بهذا الشأن ولكن يجب أن نعرفه بأن الجيش الأوكراني كله منظم وجاهز للدفاع وهناك أيضا موضوع آخر بقضية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حيث قدمنا طلبا بهذا المجال وأيضا أخذنا الوعود لأنه سوف يكون هناك دعم في استجال وتسريع هذه العملية وقد أخذوا بجدية هذه الطلبات أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظره الأوكراني فلودومير زلينسكي وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال الذي تستمر لثلاثين دقيقة صلت الضوء على الإجراءات المستمرة التي تتخذها واشنطن ضد روسيا وأكد بايدن ليزلينسكي أنه يعمل عن كثاب مع الكونغرس لضمان منح تمويل إضافي لأوكرانيا من جانبه أكد الرئيس الأوكراني على ضرورة توفير الدعم المالي لبلاده وتواصل العقوبات ضد روسيا أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا بشأن إمكانية تقديم ورس طائرات مقاتلة لأوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو أمر أو قرار سيادية يتخذه أي بلد مشيرا إلى وجود خطط لتقديم الخدمات اللوجستية ومن بينها كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا يأتي ذلك في ضغط الرئيس الأوكراني زيلنسكي على دول أوروبا الشرقية والغرب لإرسال طائرات مقاتلة إلى بلاده تعهد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين بدعم بلاده لمولدوفيا خلال استقبالها ألاف اللاجئين الأوكرانيين جاء ذلك خلال زيارة لبلينكين لمولدوفا حيث التقى كبار المسؤولين ورئيسة البلاد مايا ساندو وطلبت مولدوفا بالحصول على مساعدة دولية لمواكبة وصول أكثر من 120 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى أراضيها مع السعي للحصول على طمأنة ضد أي عدوان روسي محتمل قامت مولدوفا بتقديم يد العون إلى كل اللاجئين الذين يفرون من أوكرانيا أكثر من 200 ألف شخص دخلوا من أوكرانيا إلى مولدوفا منذ بداية الحرب جزء كبير من هؤلاء الأشخاص سيضاء ما لازالوا في بلدنا حتى الآن موظفو الخدمة والقطاع العام والشرطة والجمارك والحاكمين والأطباء والدبلوماسيون والكثير من المتطوعين الذين قاموا بتخصيص جهودهم لمساعدة اللاجئين الذين يصلون إلينا من أوكرانيا الولايات المساعدة الأمريكية ستفعل كل ما بوسعها لجمهورية مولدوفا ومساعدتها على تقديم يد العون إلى هؤلاء الكونغرس خصص 2.6 مليار دولار كمساعدات إنسانية للتعامل مع التحديات التي تواجهها الفيئة الهشة في أوكرانيا بالإضافة إلى دول مثل مولدوفا التي تدعم اللاجئين وتتعامل مع الأزمة الإنسانية من خارج أوكرانيا حذرت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا فونديرلاين من أن عدد اللاجئين الأوكرانيين سيزداد عدة مرات في الأيام والأسابيع القادمة وقد أثنت فونديرلاين في مؤتمر صحفي مشترك عقدتهم في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز على جهودها وصفته بدول المواجهة مثل بولندا ورومانيا والمجر لتضامنهم مع أوكرانيا باستقبال اللاجئين على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا يتوقع مراقبون أمميون أن يصل عدد اللاجئين الفرين اليوم إلى مليون ونصف المليون شخص مع دخول الهجوم الروسي يومه الحادي عشر فيما تضغط أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من المساعدة الغربية تشمل مزيدا من العقوبات ضد روسيا وأسلحة أكثر فعالية في مواجهة الهجوم موسكو وكييف تبادلت لاتهامات عن فشل تطبيق وقف إطلاق النار أمس الذي كان سيسمح للمدنيين بالفرار من ماريوبول وفنفاخا وهما مدينتان في جنوب أوكرانيا تحاصرهما القوات الروسية ووصل الأوكرانيون الذين تمكنوا من الفرار إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا المجاورة وأماكن أخرى مفاوضون أوكرانيون أعلنوا أن جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار ستعقد الأثنين بعد جولتين لم تسفر عن شيء يذكر الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينيسكي دعا في خطاب بثه التلفزيون السكان في المناطق التي تحتلها القوات الروسية إلى القتال ومن جانبها قالت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي بينما تنفي موسكو هذا الرئيس الروسي فوليدمير بوتين جدد مطالبه بأوكرانيا دولة محايدة من زوعة السلاح كما حذر من أن العقوبات الغربية ستصل لدرجة إعلان حرب على بلاده أعلنت بلدية مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية التي تطوق القوات الروسية أنها ستبدأ جهودا لإجلاء سكانها المدنيين بعدما أخفقت محاولة سابقة بسبب انتهاكات لوقف إطلاق النار وأوضحت سلطات المدينة أنه سيتم إنشاء ممر إنساني إلى مدينة زباريجيا موضحا أنه تم الاتفاق مع القوات الروسية التي تطوق المدينة على وقف لإطلاق النار وكانت محاولة سابقة لإجلاء سكان المدينة قد فشلت أمس واستطهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بخرق وقف إطلاق النار أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدنوم أن المنظمة أكدت وقوع عدة هجمات على مراكز للرعاية الصحية في أوكرانيا وقال أدنوم في بيان عبر تويتر أن الهجمات أوقعت عددا من القتل والمصابين مشيرا إلى أن المنظمة تتحقق من هجمات أخرى كما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الهجمات على منشآت الرعاية الصحية أو العاملين فيها يعد انتهاكا للحياد الطبي وللقانون الدولية لكنه لم يرد اسم روسيا في البيان أعلن الاتحاد الأوروبي اندمامه إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا فيما يخص أنشطات المجلس وجاء في بيان أن نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يعد جزءا من استجابة الاتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل لعملية روسيا العسكرية في أوكرانيا يذكر أن روسيا هي أحد مؤسسي المجلس وبيلاروسيا هي دولة بصفة مراقب تسهيل إجراءات فرض عقوبات على الأثرياء المقربين من الكريملين خطوة تسعي إليها الحكومة البريطانية في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرض على روسيا المملكة المتحدة تتعرض لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي من إجراءات لتضييق الخناق على المكاسب التي يحققها رجال أعمال كبار مقربون من بوتين ويستثمرون أموالهم في عقارات فاخرة في لندن إحدى الوجهات المفضلة لديهم الحكومة البريطانية أعلنت أنه سيتم إدخال تعديلات على مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الذي تسعى الحكومة لأن يقره مجلس العموم يوم الأثنين لتكثيف الضغط على نظام الرئيس بلاديمير بوتين وستسمح تلك التعديلات بتقليص الموعد النهائية أمام الشركات الأجنبية لتسجيل المالكين المستفيدين من 18 شهرا إلى 6 أشهر من أجل المساعدة في القضاء على غسل الأموال باستخدام عقارات المملكة المتحدة في المقابل توعدت موسكو باتخاذ إجراءات للرد على ما أسمته هستيريا العقوبات التي لعبت فيها لندن أحد الأدوار الرئيسية وذلك وفقا لما أعلنته روسيا من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن العقوبات البريطانية لا تترك لموسكو أي خيار سوى اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ومتناسبة وذلك حسب قولها مضيفة في الوقت ذاته أن لندن اتخذت قرارا نهائيا بالمواجهة المفتوحة مع الدب الروسي قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن تقدم أوكرانيا طلبا للحصول على تمويل طارئ بقيمة مليار واربعمائة مليون دولار هذا الأسبوع وأضاف الصندوق أن الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها تأثير خطير على الاقتصاد العالمي لم يكد الاقتصاد العالمي يتنفس السعداء جراء تداعيات فيروس كورونا حتى ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلال قاتمة على التوقعات الاقتصادية لعدد من دول العالم صندوق النقد الدولي حذر من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون مدمرة أكثر إذا تصعد النزاع مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية مع تأثيرات جانبية على دول أخرى ومع اقتراب سعر برميل النفط من 120 دولار يزيد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام من الاتجاه التضخمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بنهاية عام 2021 ولفت صندوق النقد إلى أن الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم لا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرس للغذاء والطاقة نسبة أكبر من ميزانيتها أما أوكرانيا فأصبح واضحا طبقا لصندوق النقد أنه سيكون عليها مواجهة تكاليف مهمة مرتبطة بإعادة تشغيل اقتصادها وإعادة أعمار المباني المدمرة أو المتضررة صندوق النقد شدد على أن الدول التي تربطها علاقات وثيقة بأوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر النقص ومشاكل في الإمداد نتحول إلى الملف العراقي حيث بدأ اليوم في العراق فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام كان مجلس النواب العراقي قد وافق على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وأشار المجلس إلى أن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون لمرة واحدة فقط مع عدم تجديدها أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق القبض على أربعة مطلوبين متهمين بتهريب مخدرات واستهداف شركات نفطية بتنفيذ عملية إنزال جوي في محافظة ميسان جنوبي البلاد وأوضح الأمن العراقي أن المطلوبين الأربعة قد قاموا بابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة وذلك من خلال المطالبة بالأموال وفي حال عدم دفعها يتم استهداف منشأتها ترجمة نانسي قنقر إلى ملف الكوارث الطبعية حيث قال مسؤولون محليون إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في إعصار اكتاح مدينة وينتورست بولاية آيوال أمريكية مما تسبب في وقوع أضرار جسمة تسببت هذه العواصف العاتية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة شخص وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الإعصار يثير رياحا تصل سرععتها إلى 332 كيلو مترا في الساعة استعدت مدينة سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا لمزيد من الأمطار اليوم بعد أن شهدت أمطار غزيرة على مدار الأسبوع الماضي وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الضحايا جراء الفيضانات في الجزء الشرقي من البلاد إلى 17 وفاء وقد أدت الأحوال الجوية السيئة إلى هطول أمطار غزيرة على مدار أسبوع في جنوب ولاية كوينزلاند وشمال ولاية نيوثاوز ويلز وقد تسببت في دمار واسع نطاق وهو ما أدى لنزوح آلاف من في الولاياتين وإتلاف ممتلكات وطرق ونفوق ماشية تعهد الرئيس الكوري الجنوبي مونجي إن بتقديم الدعم الحكومي السريع لمتضرري حرائق الغابات في المنطقة الساحلية الشرقية التي دمرتها الحرائق وقال المكتب الرئاسي في صال إن سلطات الكورية حجدت 44 طائرة هليكوبتر وأربعة آلاف فرد لاحتواء الحرائق التي بدأت الجمعة الماضية وقال مسؤولون إنه من بين نحو سبعة آلاف أربعمائة شخص تم إجلاؤهم بسبب الحرائق ويقيم ألف شخص في ملاجئ مؤقتة أقيمت في المرافق العامة والمدارس في المنطقة لقيا أربعة عشر شخصا مصرعهم بمنجم فحمنا بجنوب غرب الصين وذلك بعد محاولات لإنقاذهم استمرت عشرة أيام وكانت الصين قد أعلنت منذ سنوات أنها تريد إغلاق مناجم الفحم الصغيرة التي تقل الطاقة الإنتاجية السنوية في أي منها عن 300 ألف طن بسبب أدرارها البيئية والمخوف على سلامة العاملين بها حيث تشهد المناجم الصينية واحدا من أعلى معدلات الحوادث المميتة بين مناجم العالم أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية من جانبه أعرب الجيش الكوري الجنوبي عن اعتقاده أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية هو عبارة عن صاروخ باليستي هذا وأجرت بيونج يانج سبع تجارب على أسلحة في يناير من بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017 قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين إلى تطورات فيروس كورونا حيث أعلن مقر عمليات مكافحة الفيروس في روسيا عن تسجيل 79.863 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما تم تسجيل 740 حالة وفاة نجمع عن الإصابة بالفيروس وأوضحت موسكو أن إجمالي الإصابات قد ارتفع إلى 16.941.656 إصابة مؤكدة كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 356.281 حالة وفاة أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 329 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة وذلك ارتفاعا من 281 في اليوم السابق وقالت اللجنة إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا في حين تم تسجيل ما يقرب من 200 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض والصين بذلك قد تكون سجلت حتى الآن نحو 111 ألف إصابة مؤكدة ترجمة نانسي قنقر أعلنت هونغ كونغ أنها ستطلق خطة لإجراء اختبارات واسعة النطاق ضد فيروس كورونا وقد دعت المدينة السكان لعدم القلق والمشاركة بإيجابية لمحاصرة انتشار الفيروس وكانت هونغ كونغ قد سجلت أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في إجمالية عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت بنسبة 45% فيما استقر عدد الوفيات دون تغيير عند ثماني حالات وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 3000 إصابة مقارنة مع 683 إصابة في الأسبوع الذي سبق وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في الكويت منذ بدء الجائحة أكثر من 622 ألف وأربعمائة إصابة بينما بلغ عدد الوفيات ما يقرب من 2544 وفاة أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعروي عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر وتستمر من اليوم وحتى السادس والعشرين من مارس الحالي لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها في شهر يناير الماضي وقد وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيلة بصورة رئيسية وذلك بالتنصيق مع مديريات الرية وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية مشدداً على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27 عقدت وزارة البيئة والرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانج لمارك مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المؤتمر وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يهدف إلى تسريع وطيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية خاصة الدول الإفريقية وإلى تحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق بإلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر الاتفاق مع الرؤية المصرية في أن المؤتمر القادم ياتي للانتقال من مرحلة التعهدات لتنفيذ الالتزامات ترجمة نانسي قنقر نجدد تحية على حضراتكم مشاهدين أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بمنخفض خمسيني تنشط معه الرياح على كافة الأنحاء وأضفت الهيئة في بيان أن حركة الجبهة الهوائية المرافقة للمخفض الجوي المؤثر توجد الآن في أقصى غرب البلاد مشيرة إلى أن الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى ما يتسبب في أعطال السيارات وشددت وزارة البترول على أن البنزين يغضع لعمليات مراجعة ولتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة في سياق متصل أكدت هيئة البترول أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين وتقوم بإجراء اختبارات للبنزين في مستودعاتها حيث لم تتلقى الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية أكد وزير البترول وثروات المعدنية طارق المل أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وأوضح وزير البترول أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي قوقود نظيفة كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وحض الانبعاثات حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطارد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهايدروكربون أو الوقود التقليدية أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر وقال وزير الكهرباء أن الإصلاحات المتتالية أسهمت في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الطاقة الجديدة والمتجددة وبدعم تحول مصر من دولة تعاني من نقص في الطاقة إلى دولة لديها فائد لتتقدم في المؤشر الفرعي المعني بالحصول على الكهرباء ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عقد وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي مباحثات مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني خلال زيارة سريعة لدولة العراق حيث ناقش سبل تعزيز العلاقات خلال الفترة القادمة في إطار مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين وقال محمد عبد العاطي أن عددا من الدول الشقيقة والصديقة تبدي اهتماما للاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة الموارد المائية كما شارك عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه والمنعقد بالعاصمة العراقية بغداد تحت عنوان المياه والتغيرات المناخية أطلقت وزارة التعاون الدولي الاستراتيجي المشترك بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث يعد البنك الأوروبي من أهم شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر وجاءت مصر على رأس قائمة البنك أكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020 خطوة جديدة نحو البناء والإعمار بتجديد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للعام الحالي والتي تستمر حتى عام 2027 والتي تتركز حول تحقيق الاقتصاد لمجتمع المرأة والشباب وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية نحن بنصيغ استراتيجيات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية المختلفين النهاردة بنطلق الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قربنا نخلص مع البنك الأفريقي للتنمية وأيضا مع الأمم المتحدة وهنبدأ مع البنك الدولي النهاردة كنا سعداء بأنه في حضور قوي جدا من الوزراء الزملاء الأعزاء لأنه داني تاج جهد كبير للأطراف ذات الصلة وإحنا دايما عندما نتكلم عن الأطراف ذات الصلة نقول الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني وشركاء التنمية العالميين أنا هنا مع فريقي هذا الأسبوع لمناقشة أولوياتنا ومقابلة عملائنا ومناقشة خطة أعمالنا داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة ووجودنا هنا لكي نساعد مصر في استضافة هذا الحدث الهام وهو كوب 27 والذي يعد نجاحه طموحا لنا جميعا وتحولا كبيرا أيضا الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الوزرات والبنك الأوروبية كان من أهمها توقيع اتفاقية مشروع متر الإسكندرية وذلك في إطار العلاقة القوية التي تجمع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي ساهمت في زيادة استثمارات البنك في مصر والتي وصلت خلال السنوات السابقة لخمسة فاصل ثمانية مليار يورو على مستوى القطاعات كافة من هذا المنطلق تحديثا لإستراتيجية الطاقة مع وزارة الكهرباء فإحنا اتفاقنا مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إنه هو حايمول هذه الدراسة المهم ليه لإنه إحنا النهاردة دخلنا مزيد جديد لما كنا عاملين استراتيجية بتاعتنا ما كانش لسه من خمس سنين موضوع الهايدروجين فالنهاردة بيستلزم القبر إن إحنا نمشي ونتواكب مع التطور ومع العلم الحديث بدأت مصر منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والعيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية بسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر لقد أضحى قطاع الطاقة على رأس أولويات الدولة وتم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في قدرات الكهرباء كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيد الطاقة من المصادر المتجددة تعاون إنمائي كبير بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ منذ عشر سنوات وساهم في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر خاصة مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 مما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر محمود جميل التلفزيون المصري نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتباين للمؤشرات حيث خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات وتسعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 708 مليارات و666 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقط رجع مؤشر إي جي أكترتي بالنسبة واحد وسبعة وثمانين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11 ألفا وأربع وتسعين نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكترتي متساوي الأوزان والذي ارتفع بالنسبة واحد واثنين وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفا وتسعمائة وأحد عشر نقطة وعلى صعيد أيضا مؤشر إي جي أكترتي متساوي الأوزان بالنسبة نصف بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وثمانمائة وستين وتسعين نقطة للمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء السوق اليوم ينضم إلينا هاتفيا خبير أسواق المال الأستاذ حسام عيد أستاذ حسام بعد التحية كيف تقيم أداء مؤشرات البورسة اليوم في ظل التباين وانخفاض المؤشر الرئيسي إي جي أكترتي طبعا زي ما تبعنا في جلسة النهاردة شفنا فيه أداء سلبي لأغلب الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي بإي جي أكترتي الأمر اللي انعكس سلبا على أداء المؤشر وشفنا فيه هبوط بجلسة النهاردة بأبسل من 210 نقطة بنسبة هبوط 81 من 100% مدفوعا بعمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر لأمر الذي يدفع المؤشر إلى الانقفاض وعدم النجاح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 1100 وأغلق عند مستوى 11094 نقطة وان شاء الله نشوف مستوى 11000 يقدر يحافظ عليه المؤشر الرئيسي بالاستقرار طبعا المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة المفروض نعاوز السعود مرة أخرى ونختارك مستوى المقاومة الرئيسي 11200 وثم 11400 نعم تحليل حضرتك لتوجه المستثمرين الأجانب في هذه الفترة إلى البيع هل هذا بسبب التأثيرات الخارجية وما تشهده تشهده أوروبا في الهجوم الروسي على أوكرانيا طبعا الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بصفة عامة وكان نصيب البورسة المصرية طبعا من تلك الأزمة كان واضح جدا خلال الفترة الفاتد من يوم بجالفة الخميس القبل الماضي وأعتقد أن الأجانب دايما بيبقى فيه تخوف وحذر من استثمراتهم الخارجية في ظل التخوف من تصاعد حدة الأزمة وفي ظل فرض عقوبات اقتصادية على الجانب الروسي بسبب التحركات الأسكرية في أوكرانيا أعتقد أن ده كان التوجه أو الطبيعي أن يكون مرادة فعلا لمؤسسات الأجنبية بتصفية محافظها المالية الخارجية وأعتقد أن مع استقرار الأزمة وانقفاض حدة الأزمة هنشوف فيه معاودة لدخل للإستثمرات مرة أخرى في الأسواق النشأة والأسواق العربية ونشوف فيه صعود مرة أخرى وفتح مركز مالية بالأسواق المقادية عند مستوىات التعمة الرئيسية للمؤشرات بصفة عامة في الأسواق المالية نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحجيل الأستاذ حسام عيد كنت معنا شكرا جزيلا لك قررت النمسا وقف الاستثمارات في قطع النفط والغاز في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا هذا وقررت شركة النفط النمساوية الحكومية OMV عقب اجتماع لمجلس إدارتها بشط باستثمارات في روسيا تتروح قيمتها بين 500 و 800 مليون يورو أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا ومستر كارد صادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسية البديلة مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر على ذلك وأوضح المركزي الروسي أن البطاقات تخضع لخدمة المدفعات الوطنية NSPK لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي وأضف أن المعاملات المالية باستخدام فيزا ومستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة بما في ذلك المتاجر الإلكترونية الأجنبية مؤكدا أنه في حالة السفر إلى الخارج يصاب استخدام بطاقات النظام الدفع الوطني خفضت وكالة مودزا للتصنيفات الاعتمانية تصنيف روسيا الاعتماني إلى سي اي وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون وأكدت وكالة مودز أن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وبقدرتها على سداد التزامات الديون وأضافت أنه بمستوى التصنيف سي اي تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60 في المائة وقعت وزارة الإسكان وتضامن الاجتماعي بروتوكولا تعاون مع جمعية أهلية لتوصيل المياه للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقالت وزيرة تضامن الاجتماعي نيفين القباش أن هذا البرتوكول يأتي في إطار شراكة امتدت على مدار نحو ثلاثة أعوام لتنفيذ برنامج سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية بالشراكة مع جهات الدولة والجمعيات الأهلية كشف تقرير صادر عن وزارة تنمية المحلية عن الانتهاء من توفير 100% تقريبا من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأظهر التقرير توفير أكثر من 5000 قطعة أرض حيث تنصق الوزارة حاليا مع الجهات التي طلبت تعديلات أو إضافات على قطع الأراضي التي سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة والتي جاءت استجابة لطلبات المواطنين نجح فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سهاج في تحقيق نسبة 192% من إجمالية الخطة المستهدفة خلال هذا العام لمحو أمية الكبار يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سهاج كما حصلت سهاج على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محو أمية الكبار والمتسربين من التعليم بقرى حياة كريمة بعد استهداف تلك القرى بعدة قوافل توعوية وتعليمية حافظة سهاج في خفض معدلات الأمية بالمحافظة من خلال الشراكة المتميزة ما بين جامعة سهاج والهيئة العامة لتعليم الكبار حيث بلغ نسبة ما تحقق من إنجاز حتى هذه اللحظة 192% من الخطة المستهدفة وذلك مقارنة بالعام الماضي والذي تحققت فيه نسبة إنجاز عن ذات الفترة قدرها 70% وهذا التميز وهذا الجهد المبزول يأتي كثمرة طبيعية للتحرك على مستوى القرى المستهدفة في محافظة سهاج ولسيما قرى المبادرة الرئاسية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الحضور في امتحانات محلومية وبالتالي ارتفاع معدلات النجاح الهيئة بالشراكة مع الجامعة نفذت العديد من الناس أعلنت مدرية الرئي بمحافظة سهاج عن وصول نسب التنفيذ في المشروع القومي لتبطين وإعادة تأهيل الترع والمصارف والمجار المائية بقرى سهاج إلى 65% تستهدف خطة المشروع بسهاج إعادة تأهيل وتبطين 1300 كيلو متر من الترع والمصاقي والمجار المائية ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في هذا المشروع خلال يوليو القادم جاري العمل حاليا فعليا في 520 كيلو دولار تم طرحهم وإسنادهم وبدأ العمل فيهم تم الانتهاء من حوالي 300 كيلو وجاري العمل في 230 كيلو نسبة الإنجاز في حدود 60% على المستهدف ككل كمحافظة بالنسبة للمشروع بتاعنا بنسبة حوالي 65% تم إنجازه إن شاء الله على واحد سبعة ننتهينا من المرحلة الأولى ونبدأ في المراحل الثانية نحن في الإدارة العامة الرئيس سهاج بيشرف معنا ويساعدنا حوالي أربع إدارات خارجية غير الإدارة العامة الرئيس سهاج الإدارة العامة للتوسع الأفق بأسيوت الإدارة العامة للمشروعات الجناطر بناجح حمادي الإدارة العامة لجناطر أسيوت الجديدة والإدارة العامة للصيانة الخزانات الكبرى تتواصل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار ومحافظة قناء ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة قناء بعيدها القومية وقد أوضحت وزيرة الثقافة إناس عبدالدهيم أن التوجه بالمنتج الإبداعي إلى جنوب مصر يعكس مدى اهتمام وإيمان الدولة بدور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدانة بما يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة المهرجان ده مهرجان بقى مهرجان سنوي بأول عام بدأ السنة اللي قبل فاتت مع من وشنة اللي فاتت نظرا لظروف كورونا وبدأنا السنة المهرجان الثاني وإن شاء الله يستمر بعد كده كل سنة طبعاً احنا عرفين أهمية الثقافة والفنون لأبنائنا والشبابنا طبعاً هي قوة نعمة وهي بتهز بالروح مهرجان دنظرة دي الدورة التانية ليه كان السنة اللي فاتت توقفنا عشان نجاح الكورونا السنة اللي قبل هي قدمنا المهرجان لأول مرة السنة دي احنا بنقدم ثلاث لها لمهرجان دنظرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجاري وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أصفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصرا إجراميا ومصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة وبحوزتهم 1058 قطع السلاح ناري من بينها رشاش، 155 مندقية ألية 154 مندقية خرطوش 50 مسدسا و 696 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة لعيرة والمواد والأقراص المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرصعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 238 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطع السلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم من بينها جيرينوف ورشاشان و616 مندقية و434 مندقية آلية و239 مسدسا و3273 فرد محل الصنع وعدد من الطلقات و590 خزينة إضافة ل5885 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلا عصبيا ضم 222 متهما قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع كما تم ضبط 590 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطقة وكشفوا عموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالية 413 متهما كما تم إعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين واربعمائة وسمانية وخمسين ألفا واربعمائة وسبعة واربعين حكما قضائيا متنوعا من بينها تسعة ألاف وسبعمائة وسبعة وتسعون حكم جنايا من بينها خمسة أحكام بالإعدام وأربعمائة وسبعة وتسعون حكما بالسجن المؤبد وعدد سبعمائة وواحد وخمسون ألف وسبعة وستون حكما جزئيا ومائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وعشرون حكما مستأنفا ومليون ومائتان وتسعة وعشرون ألفا وسمانمائة وواحد وتسعون حكم غرامة وثلاثمائة واثنان واربعون ألفا ومائة وستة وستون حكم مخالفة إذن مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختم نشرتنا إلى عنوينها توجيهات رئاسية بإرسال طائرة لإعادة المواطنين المصريين في أوكرانيا عبر سلوفاكيا بوتن يشترط تلبية مطالب روسيا لوقف العملية العسكرية وبايدن يؤكد العمل على مساعدة إضافية لأوكرانيا مجلس النواب العراقي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصرية في أمان الله اشتركوا في القناة